اشتركوا في القناة ومع هذه الأنظمة قد يبدو للشخص أن هذه المنصات هي ما توفر التغطية الجوية المضمونة والمتكاملة ومع ذلك فإن أفضل وأقوى الطائرات المقاتلة مع الطائرات بدون طيار تأتي بتكليفة كبيرة جدا وهذه التكليفة لا تتضمن فقط النفقات الهائلة لشراء أنظمة الأسلحة المتطورة وصيانتها وتشغيلها فحسب بل تشمل تكلفة تطوير كل نظام ويبدو أن الانفاق يزداد مع ازداد التطور التكنولوجية بالإضافة إلى النفقات والوقت والتدريب لطواقم الطائرات التي تضعف لكل التكاليف الأخرى وقد تجعل النفقات الهائلة لجيل الخامس من الطائرات المقاتلة موردا قيما للغاية بحيث لا يمكن المخاطرة بها في المهم التي تدعم القوات البرية في بيئات منخفضة الخطورة وفي الوقت الحاضر تحقق المقاتلات القديمة كالأف سكستين والأففتين والأف ايتين بالإضافة إلى اليورو فايتر والتورنيتو وطائرة رفال تأثيرا كبيرا خلال عملياتها في الغارج وبالنسبة للعمليات على نطاقات أصغر فإن استخدام الطائرات بدون طيارة هو الحل المناسب من وجهة نظر البعض ومع ذلك سيتم استبدال الطائرات المقاتلة القديمة عاجلا أم آجلا بمقاتلة جيل الخامس وتفتقر الطائرات بدون طيار للمرهنات في تحميل الأسلحة وإعادة توزيع المهم أثناء تواجدها في الجو لدعم أنواع مختلفة من العمليات ويبدو على الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها أنظمة الأسلحات المتطورة هناك فراغ كبير بين أهمية العمليات والمعدات المناسبة لها والتي يمكن فيها استخدام نظام أسلحة أقل تكليفة ولكنها مناسبة لطبيعة هذه المهمة وهناك برامج تبنتها القوات الجوية الأمريكية للحصول على معلومات حول الطائرات المناسبة للمهمة فبرنامج OAX مثلا قد بدأ بطلب الحصول على معلومات في عام 2009 حول التركيز على استخدام طائرات الهجوم الخفيف بعد العمليات التي قامت بها القوات الجوية في العراق وأفغانستان وكانت نتيجة هذا البرنامج شراء عشرين طائرة من ترازي A29 سوبرتكانو للقوات الجوية الأفغانية ويوجد العديد من التحديات أثناء تطوير وإدخال أي نظام أسلحة جديدة وهذه واحدة من الميزات التي تمتلكها طائرات الهجوم الخفيفة وهي إمكانية تحويل أي طائرة تجارية لطائرة هجومية خفيفة وبالتالي توفير خيارات وإمكانيات متنوعة للحفاظ على الموارد المتعلقة بتطوير الطائرات وتدريب طاقمها وكمثال على ذلك طائرة الأير تراكتر AT-802L Longsword وهي طائرة زراعية ومكافحة للحرائق الطائرة المقاتلة التي نتجت منها الـ AT-6 Wolverine هي طائرة تدريب خفيفة والتي تعتبر الطائرة التدريبية الأساسية للبحرية الأمريكية والقوات الجوية اليونانية وبالإضافة لذلك هناك طائرات هجوم خفيف كالـ A-29 Super Tucano والتي تعرف أيضا باسم EMB-314 Super Tucano وهي طائرة بمقعدين ومحرك تربيني واحد تم تزويدها بأجهزة راديوية ووصلات بيانات وأجهزة استشعار متعاتدة قد تم تطوير معدات الطائران العسكري الأساسية الموجودة على متن طائرة في العصل لاستخدام الطائرات المقاتلة الحديثة كمقاتلات الجيل الخامس ولكن تم دمجها بنجاح في هذه الطائرات الخفيفة كما أضيف لها محطات أسلحة متعددة بما في ذلك مجموعة واسعة من الأسلحة والذخيرة بالإضافة للنظام دفاعي ومن الممكن أن تتراوح تكلفة الطائرات الواحدة من 12 إلى 13 مليون دولار مع تكلفة تشغيلية ما بين 1200 إلى 1600 دولار لساعة الطيران الواحدة وبمقارنة ذلك بطائرات الجيل الخامس فهذه التكاليف تعتبر منخفضة للغاية ومن خلال تقليل عدد ونوع المهام التي تقوم بها الطائرات المقاتلة الباهضة الثمن فشراء الطائرات الهجومية الخفيفة دابل ال اي سيعمل على إطالة عمر الطائرات الجيل الخامس وتوفير التكاليف وهناك مزايا أخرى لشراء هذه الطائرات الخفيفة فمع أنه لا يمكنها اختراق المجالات الجوية نظرا لعدم امتلاكها خصائص شباحية إلى أنها يمكنها أن تلعب دورا رئيسيا في العملية المشتركة الصخيرة التي لا تحتاج لخصائص شباحية وهذا بالضبط ما تم تصنيع الدابل ال اي لأجله كما يمكن لهذه الطائرات استخدام ذخائر مواجهة بدقة كالجي بي يو تولد وقنها بلا متعددة الأغراض كالماركي تتو ويمكن تجهيزها بصواريخ مواجهة بالليزر والأهم من ذلك امتلاكها لمدافع من عيار 12.7 ميلي متر وللأغراض الدفاعية الجوية المتمثلة بأسلحات جو جو يمكن تركيب صواريخ الـ AIM-9MX سايد ويندر وامكانية هذه الطائرات للتحليق تتراوح ما بين الثلاث الى خمس ساعات وتتميز قمرة القيادة الحديثة التي تمتلكها هذه الطائرات بامتلاكها شاشات عرض واجهزة راديوية ووصلات بيانات مما يوفر تكاملا ناجحا وقابلية تشغيل في بيئات الحرب الحديثة وقد تمتلك طائرات الهجوم الحديثة المجهزة جيدا قدرات جيدة في العديد من المجالات المستقبلية كما أهم الدعم الجوي القريب CES والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ومكافحات تمرد وبفضل معدات الاتصالات التي تمتلكها يمكنها القيام بالمراقبة الجوية على الخطوط الأمامية كما يمكنها القيام بمهام القيادة وتحكم أما عن المشاكل المتعلقة باستخدام هذه الطائرات الخفيفة فتتمثل في وقت الاستجابة الأبطأ مقارنة بالطائرات النفاثة وبسبب هذا الاختلاف الكبير في السرعة يمكن تقليل هذا التأثير عن طريق استخدام قواعد الإطلاق الجوية على الخطوط الأمامية فيما يعرف بالفوروردز أوبراتينج بيسا أو فوبسا ومتطلبات المطارات بالنسبة لطائرات الهجوم الخفيفة أقل مقارنة بالطائرات النفاثة فيمكن أن يعدي طول المدرج وسهلة الصيانة مع الحد الأدنى من الجهد اللوجستي إلى مستوى جديد من التكامل للطائرات الثابتة جناحين في دعم القوات البرية وفي النهاية فمفهوم الدبل ال اي يقدم كمية كبيرة للطائرات مقابل التكاليفة فعنالك العديد منها هيكل الطائرات المطورة بالكامل والمتاحة للعمل كطائرات هجوم خفيفة كما أنها تدعم مجموعة متنوعة من المهام في مناطق تشغيلة التي لا يمكن أن تلبيها العديد من الطائرات الأخرى وهذا يضع هذا النوع من المنصات الجوية في صدارة الطائرات الأكثر كفاءة من الناحية التكتيكية والاقتصادية وللاستفادة من الأثار الجانبية الإيجابية فشراء طائرات الدبل ال اي هو حل فعال من وجهة نظر الخبراء وسيعمل على التوفير في ميزانية الدفاع لأي قوة مسلحة عسكرية ترجمة نانسي قنقر